عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لبحث عدد من ملافات تنفيذ المشروعات القومية بوزارتي التعليم العالي والصحة وتناول الاجتماع مقترحات تشجيع الاستثمارات والشركات من القطاع الخاص في المجال الصحي في إطار السعي للارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المستشفيات وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في هذا القطاع الحيوي واستعرض الاجتماع موقف تطوير معهد ناصر في ضوء التوجهات الرئاسية بالتطوير الشامل للمعهد وكذلك الجهود المبذولة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وفيما يتعلق بملف التعليم العالي فتناول الاجتماع منظمة متابعة المشروعات القومية بالوزارة والموقف التنفيذي للجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية